بس خلينا نشوف ونقول حاجة حاجة كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة طالع لنا الحظ الحظ هيكون معنا احسن الفترة دي الشهر ده وهتلاحظوا ان الحظ معاكو احسن والحاجات اللي كانت بتبقى معصلاجة ومعلقة دي هتبتدي تتسهل متيسرة هتفي تتيسر ان شاء الله تغير فيه تغير هيحصل دايرة حلوة جدا هتلف كده بينا ان شاء الله لحاجة كويسة والحاجات اللي متعصرة ووقفة ان شاء الله هتتسهل طيب هنا عندي حزن وقلم معرفش انت فقدت ايه يا عقرب فيه حاجة انت مفتقدها او فقدتها ممكن يكون حبيب ممكن يكون صديق الله اعلم هيبان لي في العلاقة العاطفية بس واضح عندي ان انت مجروح جدا في حالة انسحب وانسحب زعلان حاسس بخسارة جديدة حاسس بخسارة وحاسس يعني محبط في حالة احباط طيب فيه فراء هو واضح ان الموضوع دا فيه فراء من حاجة معينة بعت عن شخص معين او شخص بعد عنك وكان بينكو حاجات كتير قوي 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 وكلها هانت هانت عليكو او عليه وابعتو فيه بعد اوكي بس القلم والحزن اللي انت في دا ويا رب اكون صح دا اللي انا شايفان من منطقة الكروت القلم والحزن اللي انت في دا عارفين يعني كلام ربنا لما قالنا وعسى ان تكرهوا شيئا فيه انهيار فعلا لشيء فيه شيء في حياتك النهار ووقع فجأة بس الشيء دا ما كانش كويس ليك الشيء دا كان بيئزيك ما كانش كويس كان بيدرك تانكيو وليد اه ما تزعلش ما تزعلش لان هتعرف حكمة ربنا ايه في اللي حصل دا قدام شوية قدام شوية هتعرفها وهو طبعا اكيد فيه حكمة اي حاجة بتحصل لها حكمة طبعا زعلانهم ونغمس في ذاتك وما فيش حاجة زي ما تقوله مش طايق حد اه عايز تتكلم مع حد ولا عايز شوف حد ولا عايز تقعد بس مع نفسك طيب مداقت الا لما فرجت هتفرج بقى من حتة تانية خالص اول حاجة هنبعد عن المشاكل شايفين المية اللي عملة بتتحرك جامد دي دي مشاكل دي حاجات كانت عملة لك توطر انت بتعدي ورايح على الهدوء بقى المية السبتة المية ريئة وكمان بيقولك يا آآ عقرب انت في ناس مسؤولة منك انت اللي لازم تخلي بالك عليهم انت اللي لازم تعدي بيهم من المحن او من الحتة الخطيرة دي وتروح بيهم لحتة اكثر امانا فيه ناس بيعتمدوا عليك انت اللي بتقود المركب اوكي انتبه للمسؤولية دي طيب فرجت ان شاء الله الحالة المادية الحالة المادية فيها تحسن كويس اوي ان شاء الله هتحس آآ باكتفاء من ناحية المادية مش نقصك حاجة الحمد لله الدنيا عندك مادية هتبقى كويسة اوي اوي الشهر ده هتحس بتحسن فيها الموضوع اللي فيه الفراء على الحزن ده ده ناجم عن مشاكل كتير اوي حصلت مشاكل كتير قوي وفيها اطراف كتير جدا 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 فبليز بقى يعني انا حب قوي ان ده يجي بعد ده شايفين الخناءات والمشاكل اهم دي الميا دي العمالة في التشقلب دي تسيبها بقى ويمشي اديها ضهرك ويمشي روح على الهدوء واستقبل بقى الحاجات الكويسة اللي حدينا بعد نيارة برج ده الشمس هتطلع يا عقرب الشمس هتطلع وهتبنلك حقايق وحاجات انت كنت كتت مستخبية عنك انت ما كنت شايفها زي ما تقولوا البرج ده كان عامل غشاوة على عنيك فهتبتدي تشوف الصورة اوضح فما تزعلش ان شاء الله الدنيا هتزبط حظ معانا ان شاء الله الحاجات المتعصرة ووقفة دي وقاعد انت مستنيها بازن الله عجلة هتدور عجلة الحظة هتدور اه وكمان في حاجة في سفر اوكي جايز يكون العلاقة اللي انت كنت فيها دي كتن مكتفاك كتن خليك مش عارف تتحرك دي الوقتي حر بص حر ازاي اه مش مش عاز بكون علاقة عاطفية على فكرة ممكن تكون علاقة اي شكل من اشكال العلاقات يعني ممكن تكون علاقتك بصديق او حد من اهلك اه البعد ده هيخليك حر عندك صفر وعندك تغيير بيئة هتغير او هتغير بيت يعني في حاجة عندك كويسة قوي وان شاء الله هيكون اه مش شهة حلوة عليك حال المادية عندك هتتطور جدا يا عقر اللي عايز يمشي يمشي وبالذات لو هو كان مسبب المشاكل دي كلها يتفضل يمشي باي 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 مع السلامة لو عرف غلطه يرجع تاني اهل حبيتوا ترجعوا اهلا وسهلا حبيتوش ده شيء يرجع لكم بس فعلا خير لكم مش مش بس عشان دي حكمة ربنا يعني لا هو وانا شفت ده فعلا انه هيبقى فعلا خير لكم بتزعلوش اهل ان شاء الله تكون خير بازن الله يا فهلا باشكرك يا روح قلبي باشكرك التور تقالي يا نظم موجود في الصفحة اه برج اه شهر تهيته يا ريت لاني نفسيك سعبانة سلامتك يا بنيت الغالي اه لو ده برج الحوت فهو موجود عالصفحة ده ليا ما ظهرش تغير في الحالة الصحية الحمدلله شكلها كويسة او زي ما هي يعني ما فيش تغير فيها حالي انا ازعب الفيديو كيف اه اه متركب غلط متقلقش يا علي بقاله والسنين كده متقلقش ما بيعملش حاجة لأ متركب كويس متقلقش طيب يسرى خلي الاسئلة بتاعت الكارت الواحد دي حنقراها بعد الابعد ما نخلص خالص اوكي الحمل اتقال يا ضحى موجود موجود حبيبتي في الصفحة ممكن تشوفيه مسجل مساء الخير يا امي يقين اهلا بيكي حبيبتي الجوزاء بعد بكرة ايها دي خلاص وكده نبقى خلصنا الشهر كله وخلصنا الابراج فيما عدنا الحمدلله وزي ما قلت قبل كده ان القراءة بتكون شهر من تاريخ القراءة يعني راية النهار ده بتاعت العقرف دي معانا لشهر قدام اه هو احمد مش موجود صح طيب عايزين نعمل لليوتيوب قراءة صحيحة مية مية لاني عقرب بكلمك صح بشكرك او يا محمد بشكرك الحمدلله ويا رب بس يعني ايه حاول تخلي بالك من الرسائل اللي موجودة في القراءة ان الانهيار او الحاجة اللي حصلت دي في مصلحتك دعنا نشوف الحالة العطفية اه هي الحالة العطفية تمامي يا لليتي خلطي بقى لعزراء بعد بكرا طيب بصوا حبايا العقرب عايز ايه العرب عايز يتحرك هو متكتف حسن هو مش عارب يتحرك يمكن حابب شريك قوي مش قادر يبعد عنه ومستحرم او خايف من التوابع للانفصال بس هو نفسه يتحرك بس مش قادر مربوط بسلاسل هو حاسس ان هو مربوط بسلاسل ونفسه يتحرك بس مش قادر الكارت دا قلنا برضو الشيطان دا انا بقى بيدللي وتأكدت خلاص اتأكدت من كذا قرية ومن كذا تجربة انه ممكن يكون سحر او حسد بس لو ما فرضناش الفرضية دي فهو في حالة ادمان للشريك مش قادر يبعد عنه مش قادر وحاسس ان هو لو بعد عنه هيموت بس اللي انا بقولهوله ان السلاسل مفكوكة على فكرة انت ممكن تمشي وتتحرك عادي خالص وبالعكس افتكر ان بعدك دلوقتي هو الصح شريكك الناحية التانية مش مركز معك خالص على فكرة والله اعلم شايف شريكك ازاي مشاعر وحب وولادة اطفال وحاجة يعني منتهر ومنسي طيب شريكك عايز ايه شريكك عايز يحسن قرار هو محتار مش عارف يعمل ايه عمال بداع وقت هو بداع وقت ما بيعملش حاجة عايز مرحلة جديدة وانا شايف ان هو عايز المرحلة جديدة تكون لوحده عايز يبعد يعني مع نفسه كويس شايفك ازاي شايفك خير هو شايفك بصورة كويسة يعني هو ده مش حل تاني غينشوفك بصورة كويسة لان انت ما بتدلوش غل كل حب بصراحة فهو شايفك خير ورزق من ربنا حلو جدا بس هو بقى من ناحية تانية قابل الخير ده ازاي قابل النعمة دي ازاي مش 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 كما يجب الطاقة ما بينكم فيها هروب في حد بيهرب اه وافتكر ده الشريك لو لو هتقدر تبعد يقرب ابعد 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 الفترة دي ابعد شوية خليه يحس بوعدك هيكون عامل ازاي فيبتدي راجع نفسه تاني طول ما انت قدامه كده مش هيعمل حاجة اه فيه علا جديدة يعني البعد ده مش اخر الموضوع الموضوع مخلص مفيش مفيش انتصال بس هو محتاج يتعلم حاجة شريكك محتاج يتعلم ازاي يحافظ عليك وازاي عاملك بطريقة احسن وشايفة فرح الناس اللي لسه اه ما تجوزوش او ما اعملوش ارتباط رسمي هيتم ان شاء الله بس ايه في حركة كده لازم تتعمل الاول ولازم شريكك يتأكد انك انت لأ مش حاس انت هتموت من غيره الموضوع ده بيقتل على فكرة اي علاقة اي علاقة ولد او بنت اعكسوه لو انا حسيت ان شريكة من غيره هيموت لا حموته فاهمين قصدي لأ لازم يبقى عارف برد مجالة لأ ده ممكن يعيشت واحده ويمساني اصلا فكتية تتمسك بيه اكتر هي دي احنا بنى قدمين كده ربنا خلقنا كده في بقى بعدها شوية ايه اه يعني مكبرة في انتو في حالة حرب او مش حرب مش انتو اللي بتحاربوا بعض انتو بتاعتكم العلاقة نفسها فيها شوية تحديات وانتو واقفين ولا فرق معاكم اه العلاقة حتصبط يا عارف بس دلوقتي نصحتي ليك وياريت ياريت تعمل بيها خد لك ساتر يعني خد جنب كده وخلي شيكك بقى ايه كده يحسن قراراته لو مش عارف يحسنها دي ومعلقك كل ده يحسنها بعيد عنك ويجي لك جاهز دي القراءة العطفية يارب تكون مظبوطة اه السنجل يا هاجر انا مطلع ليش اه اي علامات انو في علاقة جديدة او حب جديد للاسف مطلع ليش حاجة دي كلامة كله مظبوطة الله عليكي بشكرك يا نوها بشكرك يا روحي جدا كله صح ايه ده سبحان الله الحمد لله يا مهة الحمد لله الله بست قوي الحمد لله هدرج الحمل ما كانتش شامده لي بس انا بحبه يعني ايه انجي كل اراءات كلها زي بعض في حربة بنا طيب يا ريم يعني لو اراءة فعلا منطبقة فخدي جنب خدي جنب شوي بشكرك يا نرمين انك صح سبحان الله سبحان الله فعلا يا صفاء الحمد لله الحمد لله كلام مظبوط بشكرك يا لم يا قوي حبايبي ايه ده طيب اتطمنوا يا جماعة لو القراءة منطبقة اتطمنوا العلاقة مخلصتش والدنيا مخلصتش بس لازم ايه بس تقرصت ودن شوية نوقع بعد حاليا انت جميع فعلا بشكرك يا محمد قوي صح كده يا بشكرك يا انا اتفضل يا نور او اتفضل يا نور قصي نور ده ينفع ولد وبنت مش عارفة صراحة كان منك صاحة كله بالفعل انا واخد قرر من مبارح انا بعد شوية لانكي مشاكل كويس يا كوكو كويس خير مع ماتي خير مع ماتي وانتي كان انا بيحصل معي بالزبط كويس يا اميرة بصوا انا بقى فيه كده بحب اعملها قوي يعني بش لازم تقولي انا خلاص انا انفصاد نو ما تقوليش انا انفصاد خدي جمي بس يعني ما ترديش على المكالمات مثلا ما ترديش على الرسائل اه خدي جمي من غير ما تقولي ان العلاقة انتهت فهمت يا قصدي قلتي بالزبط ان شاء الله حببتها وفعلا مزفوطك اشكرك يا هدية اوكي حلو جدا بعرفته مش اغرابة انا مش عارفة اللي بيفكر فيها او لا بص يا محمد لو بيفكر فيها طيب اوكي انتي بنوته بس اكاونتك ولد اللي انا شايفه الناحية التانية ان الشريك لا الشريك شاف نفسه شوية بفترة دي وشاف نفسه افتكر من كتر ما انت عملته بطريقة حلوة يعني انت عملته بمنتهى الحب ففي ناس كده مش بتقدر الموضوع فتبتدي مش تتنمرت اه هي تبتدي تتنمرت تتعامل بقى بطريقة مش كويس فلا حاولت وريره لا فيه على فكرة فيه جانب تاني من شخصيتي انت متعرفوش لو انا مقابلتش حبي ده ومعاملتي الحلوة لك دي نفس المعاملة مش هتشوفها تاني بس كده كويس جدا يا ليلة طيب دلوقتي حنقول المرحلة التانية برج العقرب تختلف تماما عن المجموعة الاولى ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله حلوة جدا اللي كانوا بيسألوا السناجل السناجل للمجموعة التانية وخليوا بالكوا برضو على فكرة ممكن متل تزموش بالمجموعات دي مشاعر جديدة حب جديد حب حلوة اوي حب المولود الجديد يعني فيش مولود جديد لازم تشوفين الحب وبيبقى عامل ازاي حب قوي جدا او ممكن يكون مولود جديد بالفعل الناس المتزوجين يعني ايه ان شاء الله في مولود جاي والناس استناجل فيه حب ومشاعر جديدة هي تدور تسوها ومشاعر قوية فيه هنا تهنئة فيه ناس بتهني يمكن دا يكون ليه علاقة بالمولود الله اعلم ليه علاقة بالمشاعر فيه ناس فرحانة وبتبارك وفيه كمان هنا انتصار او علو شأن لدرجة هتعلى درجة يعني لو انت في شغل ان شاء الله يمكن يكون فيه ترقية او مش شرط بكون ترقية فعلية بس تقدير من رؤسائك مثلا هو لا يعني اسنو عليك انه انت عملت شغل كويس جدا الحب الجديد واضح اللي جاي فارس احلام يعني فارس احلام للبنات والولاد البنت اللي بيتمنىها حب قوي جدا علاقة ان شاء الله نهايتها كمان شكلها حلوة شكلها علاقة جدية وعلاقة علاقة مستمرة ان شاء الله العقرب في المجموعة دي عنده قوة قوة داخلية جمدة جدا ما شاء الله حاسس بقوة وحاسس ان هو سيد قراره بالعكس ده ممكن يمشي كمان الناس اللي حواليه واكتسب ده من خبراته والحاجات اللي اتعلمها في حياته بتشير كمان للأبوة انه العقرب ممكن يكون هيرزق فعلا بطفل المرحلة دي وطلع الامومة كمان والامومة لا في عيال جاية في بيبيهات جاية للعقرب مفيش مكان يعني اكيد الخصوبة دي معناها الاطفال برضو ومعناها للناس اللي لسه متجوزوش اتمام زواج ان شاء الله في زواج في خطوبة في حب لا في حالة حب مسيطرة في القرية دي ماشاء الله العقرب كان المتوازن الفترة دي عنده حالة توازن نفسي توازن روحي متوازن يقز مركز شايف الدنيا بصورة حلوة جدا ماشاء الله بس الحب الجديد اللي هو داخل علي ده هيستعمل فيه خبراته شايفين الخبرات اللي هو اكتسبها هنا دي هيفكر بقى عقله بقى المراتي لان العقرب خلي بالكوا انتو رومانسيين وحالمين برضو عندوك رومانسية مفرطة فلا حكم عقلك وانت قريدي شكلك بتعمل ده ولعل اللي ما بيعملش ده الكرده يكون رسالة نستعمل عقلنا يا جماعة بلاش نتدلق في مشاعرنا قوي علشان ايه الدنيا تبقى كويسة بقى اتحذر يا عقرب ده مأزون ده زواج في زواج او ممكن يكون حتى يعني هو مش لازم يتم مش معقول كل ده الارادي لشهر افتكر ان ده يعني هيحصل بس بعيد شوية مأزون باذن الله في زواج والعلاقة دي هتنتهي بزواج اهو انا شايفه ده دول تحت بعض الفارس وتحت مأزون يعني خلاص واضحة مش محتاجة مش محتاجة اي حاجة وبتدل كمان الاتجاه نحو الدين الكرت ده كمان بيدل على كده يمكن العقرب هيحس قدقيه ممتن ربنا هبشكره فهيكد يقرب من ربنا اكتر ويعمل عبادات اكتر اتمنى يكون ده برضو الكارت ده معنى الاشارة للقرب من ربنا نجاح ما شاء الله في نجاح ومولود او في زواج في حاجات حلو قبل اكتمال دائرة يا عقرب حاجة انت شغال عليها من مدة هتمها هتمها على اكمل وجهة تخلص خلاص برافو جود جوب في معافى من حاجة كانت تعباك يا عقرب يمكن يكون وحدتك قبل ما وانت سنجل يمكن قبل ما يكون عندك ولاد حاجة كانت مقزمك نفسيا حتى تعافى منها وهتفوق وتصح او ممكن يكون مرسي يا اسماء ويهديك يا حبيبتي اسمو ايدا وممكن كمان يكون حالة مرضية ممكن يكون كنت للتعبان جسمانيا وهتبتدي ان شاء الله تصح وتبقى كويس دي القراية القراية تحفى ما شاء الله مولود جديد او مشاعر جديدة فارس احلام او فتاة الاحلام قوة ما شاء الله وسيطرة مسيطر يا عقرب انت مسيطر بالفترة دي حالة حالة توازن كويسة جدا ما شاء الله بنفكر بعقلنا مش بقلبنا الفترة دي تهناء الناس بتهني على حاجة يمكن يكون ترقية يمكن يكون المولود يمكن يكون الارتباط الله اعلم مأزون زواج او بنقرب من ربنا وبنعمل عبادات اكتر نجاح واكتمال دائرة دايرة كملت ما شاء الله وبرضو الناس بتهنيك وبيقولوا قد انت يعني مخك كويس وشاطر في معافاة من حاجة كانت مقلمك وهنا برضو دا زواج او حمل او حالة حب غير ترجمة نانسي قنقر